اشتركوا في القناة مش هقولك بالضبط التفاصيل لكن هيعجبكو اللي هيحصل يعني خلال الايام القليلة القادمة هتشوف حاجات مهمة جدا متعلقة برضو بمسألة هل النمو الاقتصاد المصري ليه انعكاسات على الفرد على المواطن طب انهي فرد وانهي مواطن الجماعة الاغنية للمقرشين ولا الجماعة المتوسطين ولا اهلين اللي كانوا على قد حالهم هتقول لي كانوا اقولك اه لانه تنقل من حال لحال من الاخر لأ احنا هنركز قوي على اهلينا اللي على قد الحال ونشوف يا ترى هل النمو الاقتصادي وصل للناس انا بقولك اه طيب مش بس كده احنا النهار ده هنقعد نتكلم شوية يمكن على الاقتصاد المصري من وجهة نظر البنك الدولي لهو اكبر مؤسسة للتمويل على مستوى العالم رأيوهم ايه في الاقتصاد المصري زي ما خلال الايام القادمة هتلاقونا فجأة كده مع حضراتكو ممكن في بيت بقى يطلع في قهوة ايا كان سيبوها لحد ما تطلع على الهوى النهار ده وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبروكسل في بلجيكا علشان يشارك في القمة الافريقية الاوروبية سات السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق هيبقى موجود معانا على التليفون بعد شوية علشان يعلق لنا على هذه الزيارة او يحلل لنا زيارة الرئيس لبروكسل طيب خليني هرجعك تانية على يعني ايه البنك الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري وبالمناسبة وانا بكلمك على دامش هتلاقيني بقولك كلام مطلق هتلاقيني ما تيجوا نبدأها من دلوقتي هتلاقيني جايبين السلايدز او البرزنتيشن او هذه الشهادات وهذه الاشهادات في اطار اللي احنا بنعرضه عليكم بالانفو جراف تقدر تتفرج كده الاقتصاد المصري بقى عامل ازاي وهنقعد نشرح بالرقم والحقيقة والمنطق جهزوا سلايدز بعد ازنوك يا جماعة هنقعد نشرح بالحقيقة وبالرقم وبالمنطق ازاي الاقتصاد المصري حصل فيه تطور يشيد به الجميع ونمو او معدلات نمو فعلا مش بس مرتفعة لا هي خلت كل المؤسسات الدولية في العالم بتلاحظ نمو الاقتصاد المصري ومش بس كده بتلاحظ ثبات هذا النمو ومش بس كده بتلاحظ طول الوقت كفاءة هذا الاقتصاد وقوته ومتنته خلونا نرحب اولا بستاذ سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق اهلا بيك يا فاندن مساء الخير يا استاذ يوسف مساء نورست سفير ويمكن محتاجين من حضرتك تحلل لنا او تشرح لنا اهمية زيارة الرئيس لبروكسل طيب استاذ يوسف حضرتك دي لدورة السادسة لقمة الشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وكلتا المنظمتين يعني بيجمعهم عدة اطر للشراكة منها قمم افريقيا اوروبا ومنها مجلس وزراء افريقيا اوروبا ومنها العلاقة بين المفاوضية الاوروبية ومفاوضية الاتحاد الافريقي الدورة السادسة الدورة الاولى بدأت في القاهرة عام الفين وصدر عنها خطة سمية خطة عمل القاهرة وهي اللي حددت أليات المشاركة بين الجانبين طبعاً الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر هو الشريك الأول للاتحاد الإفريقي والإفريقية عموماً وليه باع طويل معنا في قضايا التنمية وفي قضايا السلم والأمن الدولي وفي كل التحديات اللي بتواجهها قارة للاتحاد الأوروبي شريك أصيل لأفريقيا طبعاً عدد من الموضوعات الحالة بتجعل لهذه الدورة أهمية خاصة طبعاً في مطالب أفريقية أصيلة زي إدماج أفريقيا في الاقتصاديات العالمية وطبعاً مسعى لدعم خطط التنمية دعم الاستثمار نقل التكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة الحماية البيئية الحماية الصحية وتمويل القارة في مواجهة الجائحة والأمصال وطبعاً في ملف هام جداً يا أستاذ يوسف باتا يعني شريكاً لنا في كل زيارات السيد الرئيس الخارجية وهي استضافة مصر لاتفاقية الأطراف الدولية تابعة الأمم المتحدة المعروفة باتفاقية الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم يعني قضايا المناخ باتت يعني مثل لو لاحظت زيارة السيد الرئيس لباريس منذ عدة أيام وكان بشارك في قمة محيط واحد دي قمة مناخية طبعاً لحماية المحيطات وكذلك زيارة السيدة أنا لنا بولباك وزيرة خارجية ألمانيا كان بحكم أنها كمان زعيمة لحزب الجرون الخطر معنى كده أن قضايا البيئة أيضاً كانت حلة وبقوة السيد سامح شكري موجود في بروكسل في مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأطراف لاتفاقية الأم المتحدة للمناخ وسيد الرئيس اليوم أيضاً في هذه الشراكة اللي هيكون أحد موضوعاتها أيضاً الهمة المناخ وطبعاً الزيارة زي ما حضرتك بتتبع السيد يصير فيها بعد سنائي دوماً بيحرص عديد السيد الرئيس حيلتقي بالملك طبعاً فيليب ليبول ملك بلجيكا والإيجزاندر دي كرو اللي هو برضو رئيس وزراء بلجيكا والملفات طبعاً الإقليمية والدولية حلة وبقوة مع يعني عاصمة الاتحاد الأوروبي كمان هيكون هناك لقاء لسيد الرئيس مع مجموعة من كبار رجال الأعمال البلجيك وحضرتك عارف طبعاً السيد الرئيس في كل زياراته الخارجية بيحرص على لقاء مجتمع الأعمال وتأديم مصر كفرصة استثمارية وعيدة للعالم الخارجي وهي كذلك يعني مصر ببنيتها التحتية وبمشروعاتها العملاقة وباقتصادها القوي المستقر وقيادتها للمنطقة ومكتشفاتها الغازية أصبحت أيضاً ضمن منظومة أمن الطاقة الأوروبية كمان هيلتقي الرئيس بقيادات الاتحاد الأوروبي وبرؤساء دول وحكومات موجودين سواء من إفريقيا أو من أوروبا وحيكون طبعاً هناك العديد من القضايا اللي تهم مصر مثل ليبيا القضايا الفلسطينية طبعاً حتى قضية سد النهضة يعني ستكون قضية أيضاً من ضمن القضايا أو ملفات البحث علاوة على كده أمن واستقرار المنطقة وكذلك الأوضاع الدولية المتوترة بسبب الملف الأوكراني ربما يعني تبدو القمة شاملة للعديد من الموضوع طيب ده هنا هيخلينا ست سفير أسأل تحديداً على إلى أي مدى الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على اجتماعات بروكسل هي عموماً فيه مفراجة تبدو اليوم ظاهرة واضحة للعيان يعني الحديث عن دبلوماسيات عدة نشطة خلال الأسابيع القليلة الماضية واضح أنها آتت أكلها أو قدمت شكل من أشكال التهدئة أو الحال يعني كل ما تطلبه روسيا هو الابتعد عن ما يهدد أمنها القومي وقتراب نيتو من حدودها يبدو أن هناك يعني مساحة الآن للتفاهم المخاوف الروسية وعليه صرحت روسيا أن كل ما كان يحدثه طبعاً ده يعني ما تقوله موسكو كل ما كان يحدثه كانت منورات وانتهت وستعود وتسحب قواتها يبدو أن هناك جهداً دبلوماسياً بوزل أتسمره يعني أنا أظن ده الشكل العام طيب ولا أعتقد أن العالم كان في مناخ سواء من الضغوط الاقتصادية للجائحة أو التردي الاقتصادي لا يوجد مناخ يسمح بالحرم لا خالص طب ساد سفير هل تعتقد أنه روسيا تكتفي فقط بعدم دخول أوكرانيا للنيتو ولا أنه هذه المفاوضات وهذه الجهود الدبلوماسية ربما تفضي إلى أنه يتم التراجع عن قانون كاتسا وفرض عقوبات على الدول التي تستورد الأسلحة من روسيا والله يعني الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي لم يقد موسكو لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن هي القضية مرتبطة بالإدارة الأمريكية لو استطاع النيتو أن يقدم حلولا بعيدا عن الحدود الروسية فهو أمر محمود الحقيقة في حالة ضغط على موسكو من خلال العقوبات ولكن التكامل الأوروبي الروسي لم يحقق أيضا مقصده يعني لازلت هناك ضغوط على موسكو تمارسها الولايات المتحدة خلافا لمصالح أوروبا يعني نورد ستريم تو والعلاقة الغازية والطاقة الألمانية الروسية 60% منطقة ألمانيا تأتي من روسيا ليس من مصلحة ألمانيا الدخول في صراع وفرنسا والتي فقدت عقد 100 مليار لقواصات أسترالية للولايات المتحدة لا تطيق حتى الحديث عن الولايات المتحدة ومصالحها وبتت تطالب القوى الأوروبية الموحدة كما كانت دوما مطالب فرنسا حقيقة الموقف الأوروبي رغم تعرضه مع الولايات المتحدة لا يملك إلا أن يسير في فلكها مدامة القوى في يد النيتو ومدامة القوى المسيطرة هي الولايات المتحدة أما روسيا فهي أحلام العودة لقدراتها الماضية قبلت الكثير من التنازلات والضغوط ولكنها لم يكن أمامها سبيلا لتقبل هذا الانحراف الأوكراني بعنف باتجاه النيتو مهددا لمصالح أمن روسيا القومي رغم أن روسيا قد أخذت تعادات لدنيار الاتحاد السوفيتي بأن النيتو لن يمد أقدامه في أوروبا الشرقية وباتجاه حدوده وما لم يحدث وبالتالي هناك وضع دولي شائك نأمل أن نبتعد عن هذا التصعيد الذي كان يهدد قلب أوروبا بحدث مثل هذا وكما ترى يعني يشوف لو قررنا يا أستاذ يوسف منطقتنا بالمنطقة الأوروبية نقطة اشتعال واحدة في أوكرينيا قلبت أوروبا والعالم رأسا على عقل بينما منطقتنا تعوج بنحو مثلا خمس أو ست صراعات دون توقف منذ سنوات ونتحملها معنى ذلك أن الشرق الأوسط فعلا يعني منطقة تتعرض لضغوط هائلة وأن تعرضت أوروبا لضغط واحد حتى انقلب العالم رأسا على العقل ولا أحد يستمع إليك في فلسطين في سوريا 13 سنة حرب في ليبيا في اليمن كم سنة حرب من 2015 يعني بكل آه من 2015 بمعنى أن منطقتنا بالفعل في حاجة إلى حالة من التدخل والهدوء والابتعاد عن العنف الذي تمارسه علينا أيضا قوة إقليمية بعينها إيران على تركيا على تهديدات إثيوكيا فالعالم أظن لابد أن يصحوا لمسع صادق ليس فقط للتهديئة في أوروبا ولكن أيضا للتهديئة في الشرق الأوسط يمكن قبل مقفل يا أستاذ يوسف أوضح أن المؤتمر بكرة ماشي في نصق هم لإطلاق حزمة استثمارية أفريقية أوروبية ضخمة لم يعلن عنها ولكن متوقع كذلك سيكون المؤتمر على نمط موائد مستديرة تتناول للعديد من القضايا منها أظن قضية المناخ والأمن والسلم طبعا واللقاحات والوضع الصحي والتنمية المستدامة والهجرة يعني عديد من الموائد المستديرة لتخلص القمة ببيان ختامي ومؤتمر صحفي ظهر يوم الجمعة فأنا أتمنى كل الخير لمصر وللعالم وهدوء واستقرار تنعم بشعوب بعد يعني طول انقطاع لسمر التنمية خاصة في منطقتنا صحيح أنا أشكرك جدا سيد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ليه أسألكم منفكر مع بعض بصوت عالي هو مين عايز للمنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو على حسب التسميات الأكثر حداثة الشرق الأدنى أن يهدأ مين اللي عايز كده إحنا عايزين كده مصر عايزة كده الدول العربية عايزة كده لكن هو العالم عايز الشرق الأوسط يهدأ ويستقر يعني لما يستقر الشرق الأوسط تماما ده معناه إن فيه ثروة قبل للإيه مش بس قبل للنمو لا قبل للإستثمار التكنولوجي والحضاري والإستثمار المعرفي يعني الشرق الأوسط يبقى عنده فلوس عنده قوة عسكرية رادعة مش هقولك ضاربة ولكن هسميها بالتسمية الأفضل والأهدأ رادعة ويبقى عنده أكاديميات أو مؤسسات أكاديمية محترمة رفيعة المستوى تضاهي الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا الله ويبقى العنصر البشر كمان بيصب في صالح المنطقة العربية وخليني أخذ معنا إفريقيا بالمرة لأنها الاقتصاد الأكثر قوة لو صح التعبية ده الاقتصاد الواعد على مستوى العالم سلت الغذاء وثلت السروة وثلت القوى البشرية وسلت الصادرات وثلت الصناعات إلى آخر هو العالم عاوز نحن كده؟ لا خالص اللي بيحصل في المنطقة دي من محاولات للتهدئة وتصفير المشاكل والاستقرار بقيادة مصرية وبدعم من الأشقاء العرب كل ده بالبلد لا لادد على أوروبا ولا لادد على أمريكا ولا عايزينه أنت بالنسبة لهم المارد اللي لو خرج برا لأم أم محدش هيعرف يسيطر عليه طب هو المارد العربي أو المارد الشرق أوساطي أو المارد الإفريقي من الوحدة ما بين الإقليمين أو هذا الجزء من القرى الأسيوية والقرى الإفريقية هو مارد مؤذي يعني عمره 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 ما كان مارد مؤذي إطلاقا طالما هذا المارد فيه أوج قوته كان يصدر إيه؟ العلم التفتح الحرية السماحة ده اللي حصل زمان جدا من أكتر من ألف سنة تقريبا خد بالك خد بالك تاني ده ما يلدش على الجماعة اللي شعروه مصفر وعنيه بزرق خالص فاللي بيجرى دلوقتي مش على المزاج لهذا السبب كل ما انت تقفل باب حربي يفتحوا لك التاني إحنا بقى فين؟ أقولك إحنا لازم تتحد إرادتنا أكتر من كده مئة مرة ولازم نبقى شايفين إن ما ينفعش ولا واحد فينا يستقوى بالجماعة إياهم دول خلونا نستقوى ببعض هنكسب بعض أكتر وهنعرف نقف وش أي حد ولا مخلوق هيقدر يقرب من المنطقة لو إحنا بجد يد واحدة من هنا خليني أوري لك إزاي الدولة طول الوقت وقفة بقى هنا جنب الناس سواء إذا كان الطبقات المتوسطة أو أهلين اللي على قد حالهم شوية الطبقات اللي احنا نسميها إيه اللي إن شاء الله تتحرك إلى طبقة متوسطة فأعلى يعني الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي والطمويل العقاري فالنهار ده لو تتذكروا قالت لنا الأستاذة مية عبد الحميد إنه يوم 15 هيتفتح باب التسجيل لوحدات الإسكان للتمويل العقاري بفايدة 3% أهلين اللي على قدهم حبتين خطوات التقديم بقى يا سادة هتبقى كالتالي أقولها ولا ما أقولهاش مش عارف لو قلت يبقى لسه أستاذة مية عبد الحميد مش معنا على التليفون إذا ما قلتش يبقى ده معنا الأستاذة مية عبد الحميد معنا على التليفون معنا يبقى نرحب بيها وبشدة أهلا بيك يا فن أهلا السلام أستاذي إزاي الصحة كله تمام الحمد لله يا فن وكما جرت العادة وعدتهم في أوفيتهم ويوم 15 بالتمام اتفتح باب التسجيل تمام يا فن إيه هي الخطوات والشروط اللي نفهمها يمكن بشيء من التبسيط للمواه بصراحة أنا من صباحية ربنا كل الناس اللي حوالي هو بقى هنعمل إيه طب نروح فين طب هو الفايدة بتتحسب إزاي والثلاثة في المية متنقصة دي يعني توصل لكام ولو ثمانية في المية توصل لكام حاجات بقى من هذا القبيل يعني طب إحنا عاملين شوية حاجات بسيطة كده برضه عشان إحنا متوقعين الاستصارات دي فيعني إيه إحنا مبدئيا منزلين حاسبة للتمويل العقاري على الموقع هندخل الفن بتاعنا دلوقتي يطلع لنا مدد التمويل نقدر نعرف أنه التمويل كام وهندفع إصد كام وهيبقى مطلوب مننا نستكمل المقدم لكام لما نروح البنك كويس فده فيما يخص التمويل إحنا قلنا أنه التمويل ممكن يوصل لثلاثين سنة لو سنة ثلاثين سنة مثلا عند المعاش هقفة بقى ثلاثين سنة فحاسبة التمويل العقاري كل واحد هيفوت عليها ضمن خطوات التقديم ويعمل حزبته وهيقر أنه عمل حزبة التقديم وفهم الحاجة دي يعني هيجيله شاشة يقول أنه اطلع على الحاسبة وعمل الحزبة وفهمها وعارف كنه هيفع كام بالزبط أو شروطه التمويلية شكلها إيه جميل فده خطوة للتسهيل خطوات التقديم كلها احنا عمل لها فيديو تعريفي يمكن أن احنا نزلنا مبرحة ساعة نشر بالليل عليه حوالي أربعين ألف مشاهدة لحد في الوقت ده معناه برضو أنه المهتمين كثير احنا فتحنا زي ما قلت حداك ساعة نشر بالليل مبرح اللي هو يعني ليلة خمسن تسجل على الموقع حوالي عشر تلاف واحد فتحه في السبات النهاردة فيه 2651 دفع المقدم في البنك احنا طرحين طبعا سبعة تلاف واحدة فده يعني رقم كبير قوي عادة الناس كتبت تدفع المقدمات يعني في آخر تلات أسالية سبعة تلاف واحدة دول في عموم الجمهورية يا فندم آه في كافة المدن الجديدة للخمستاشر مدينة اللي احنا طرحين فيهم عظيم طيب أنا النهاردة عشان أروح أروح على فين أخد بعضي واطلع على مثلا بنك الإسكان والتعمير ولا هطلع على فين طيب دي الطريقة السهلة بتاعت الناس اللي بتستخدم انترنت وأهلينا اللي مالهمش في القصة دي يعملوا ايه يروح على البنك ياخد الكراسة ويحط الفلوس والكراسة مشروح فيها بردو كل حاجة بالتفصيل التفصيل كل من خطوات مشروحة والفيديو موجود يعني على فكرة لما الناس كلها بتخلص دفع مقدمات أنا بشوف مين اللي ما أقدمش منهم وبرجع أعمله الرسائل أو أتواصل معاه عشان أشوف لو عنده مشاكل صرافة الأوراق على المقاط تعيش أن تصبط مقام إن مفيش مشكلة هو أنت طالما دفعات المقدم فأنت إن شاء الله هم خليك يعني تستكمل أوراق بحيث تبقى جاهز للحجز الإلكتروني يوم 15 مارس ليه وحدات إسكان اجتماعي ولا متوسط واجتماعي؟ لا ده متوسط بس متوسط يعني ساكن مصر بس الشروط جيدة جداً لأن المبادرة لما بقيت 30 سنة والفايدة 3% يعني أنا لما بقى عرضة مثلاً واحدة ب450 ألف جنيه وسعر المتر 4000 جنيه فالقصة ممكن يبقى في حدود 800 جنيه فده يعني قريب من الاجتماعي لأنه نتيجة إنه الفايدة والمدة طولت الفايدة نقصت والمدة طولت فالموضوع بقى يعني بقى فيه أفورد بيليتي أحسن بكتير حسبة زي ما حضرتك قلتي وكده كده في حاسبة موجودة أونلاين بدخل فيها السن وبدخل فيها النسبة بتاعة المقدم اللي هدفعه وهيطلع للقصة بتاعي على حسب عدد الشهور والسنوات المتبقية ليه بالضبط يا فايدة ده شيء أكتر من رائع أشكرك جداً 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 يا سيزة ماي حقيقي يعني شكراً جداً على جهدكم فيه الصندوق التنفيق أسف الصندوق التنويل العقاري وسيزة ماي عبد الحميد الرئيس التنفيدي لهذا الصندوق يبقى هتخش على الموقع هتلاقي كل حاجة وتنزل الكراسة من وينت قاعد كده على الإنترنت في البيت طب أنا ما بعرفش في القصة دي عم يوسف هتلاقي الواد ابنك عارف العالي الصغيرين المداد دول عيال مدأدأة أواريب أو الله هتلاقي الواد عنده عشر سنين ومشاء الله جن قاعد عم لي يعمل حاجات بتكلم بجد والله العظيم طيب ملناش في القصة دي خالص يبقى أقرب فرع لبنك الإسكان والتعمير هتروح سلام عليكم وعليكم السلام يا حج أنا عايز الكراسة بتاعت الوحدات الجديدة اتفضل يا حج كام دي يا سيدي؟ بكذا ادفع هناك يا حج في الشباك هتدفع يا حج في الشباك هتاخده الكراسة هتقعد بقى كده على رواءة تقرب الراحة وتزبط نفسك وجنبك كده القلل حسبة ومية فل واربعتاشر سبع تلاف وحدة أظن يعني توفي الغرض بالمناسبة ولسه فاصل ونكمل الكلام الاقتصاد لغير المتخصصين عنوان فقراتنا اليوم آه وسهل جدا على فكرة انك انت تقدر تبسط الاقتصاد لغير المتخصصين مش بالضرورة يبقى حضرتك واخد اي شهادة في الاقتصاد علشان تقدر تستوعب وتفهم وتعرف شكل اقتصاد بلدك ايه وبالمناسبة هو انت من حقك تعرف شكل اقتصاد بلدك ايه ومن حقك تعرف اذا كان متين او لا قدر الله ضعيف من حقك تعرف اذا كان بينمو او اذا لقدر الله لا ينمو او بالسالب اللي سمح الله يعني وان شاء الله عمرها ما هتحصل تاني لانها حصلت قبل كده بس مش ده الموضوع دلوقتي الموضوع دلوقتي انه في ناس طول الوقت عايزة تعد تشغل نفسها مرشد واصل الجماعة دي تحب المرشد قد يعنيها او الله العظيم فهمك طول الوقت عاوزين يبقوا المرشدين بتوعك طول الوقت عاوزين يدو لك اللي هم شايفينه قطيع شوية خرفان طبعا اليومين اللي جايين دول هتبقى بوابات الجحيم مفتوحة علي علشان قلت القطيع شوية الخرفان فهيفتكروا طبعا هم ايامهم الاولى فهيرجعوا تاني يقلوا قدامهم اليومين دول المهم يعني مش دي القص وهطلع وحش وهطلع كفر وهطلع خرج عن الملة وهطلع فيه كل السبع عيوب او الله المهم يعني ايوة فندم حضرتك لازم تعرف اقتصادك وتعرف هو شغال ازاي وتعرف ايه اللي بيحصل وبعدين بالمناسبة كمان ايوة حضرتك برضو من حقك تعرف ايه العالم شايف الاقتصاد بتاعك ازاي انت اللي تعرف مش حد تاني يقولك على فكرة الاقتصاد منهار عارف انت العبارة التفهة بتاتي الانقلاب ينك يابني لا في انقلاب حصل بتلاتين مليون بني ادم نزلوا الشارع ولا فيه ثورة تلاتين ستة دي تنكسر تنكسر ايه يا حبيبي دول بقى لهم من الفين و تلاتاشر مستنين هتنكسر هي مش هتنكسر تنكسر جاتكم كسر رقابيكم تعالوا نشوف الاقتصاد المصري في وجهة نظر مين البنك الدولي مش البنك المركزي المصري مش وزارة المالية المصرية مش وزارة التقاط التخطيط المصرية خالص البنك الدولي طيب على رأييه سيزعاد الايمان الدين بيقول ايه تعالوا نشوف البنك الدولي بيقول ايه هيجي يقولك ايه لقد شبه يوسف الحسيني قدين بالبنك الدولي عن مسكو بقى المهم البنك الدولي بيقول ايه بقى على صلابة الاقتصاد المصري قدام الحدوتة بتاعة كورونا دي البنك الدولي بيقول كده في اول شهاداته بشكل ملخص من المتوقع ان تعود مصر الى مصار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا ما قالش مصار النمو بس لانه لو قالك مصار النمو بس يا مولانا معناها ان النمو الاقتصادي عندك توقف لكن لو قالك قبل جائحة كورونا يبقى انت هترجع تاني لمعدل نمو خمسة وستة من عشرة ده اللي انت كنت بتحقق قبل جائحة كورونا استاذ طيب هيرتفع معدل النمو والاقتصاد المصري الله العظيم اهو نمو الاقتصاد المصري من ثلاثة وثلاثة في المية للعام المالي عشرين وواحد وعشرين الى خمسة ونص في المية للعامين الماليين اللي جايين بإذن الله واحد منهم اللي بدأ اللي هو واحد وعشرين اتنين وعشرين وده قرى بيخلص والتاني اتنين وعشرين تلاتة وعشرين طيب بقى امرت ايه يا عام بنك دولي مش يا عام يوسف اقولك تعافي الاقتصادات العالمية ولا سيامة هيقولك الاقتصادات العالمية هو ايه علاقت كنتم اقولك الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر كمان تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز بالمناسبة انتو طبعا اكيد سمعتوا وقريتوا انه صادرات الغاز المصرية تقرر زيادتها ها يعني ايه يعني هتصدر اكتر يعني تدخل عملة صعبة اكتر فحضرتك هتكسب اكتر طيب النمو المستمر في قطعتك نلوجيا المعلومات والاتصالات الله شوف البنك الدولي يقول ايه اصلي فيه ناس جي تقولك ايه اوه كل شوية هتقوله انه التشييد والبناء والعقارات اقولك انه بالبنك الدولي بيقول اوه انت عاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات ده هو اللي بيقول البنك الدولي تعبلت برا اوكي طيب بيقولك تحسن ابرز المؤشرات الاقتصادية يعني ايه تعالا كده نشوف العجز الكلي يعني ايه العجز الكلي يعني بنشوف نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي خد بالك هو كان العجز الكل يقد إيه؟ 7 و 2 من 10 في 20 و 21 20 و 22 اللي هو العام المالي الحالي اللي هيخلص في نهاية شهر 6 بإذن الله يحصل إيه بقى العام المالي اللي بعده هيروح نازل بمعدل قد إيه؟ بمعدل 4 من 10 في المية يعني يبقى 6 و 8 من 10 حالو النحية التانية هتلاقي في حاجة اسمها الفائض العجز لما يقل يبدأ الفائض الأولي يزيد ده برضو بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كان الفائض الأولي 1 و 8 من 10 في المية العام المالي اللي جاي على طول ده هيبقى 2 في المية طيب بالمناسبة احنا لما حققنا الـ 1 و 8 من 10 دي جتقل مرة نحقق فائضات أولية بالمناسبة يعني يعني احنا عمرنا ما عملنا الكلام ده أصلا طيب عجز الميزان التجاري يعني ايه عجز الميزان التجاري عشان برضو حدك تبقى يعني انا ببيع بقد ايه وبشتري بقد ايه فلو انا بشتري صدرات قصف واردات بتجيلي من اي حتة في الدنيا بشتري من بلاد العالم أكتر من اللي ببيعه كده عندي حاجة اسمها العجز التجاري طيب العجز ده كان أو يعني في العام المالي الحالي 10 ونص في المية هينزل تقريبا 1 في المية هيبقى 9 و 6 من 10 اقلب يا غزيما اقلب يا أشرف الصفحة اللي بعدها هم 4 صفحات انا مش هطول عليك بس بجده هم مهمين عشان هم جايين من البنك الدولي طيب التعليقات بتاعة البنك الدولي بيعلق عن اصلاح الاقتصادي وبيقول ايه البنك الدولي ده بيقول الاصلاحات اللي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي اللي هو اقتصاد الدولة خلال السنوات الماضية اسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالكورونا يعني الاصلاحات الهيكلية الاصلاحات الحقيقية اللي حصلت في الاقتصاد المصري خلال الكم سنة اللي فاتوا دول هم اللي خلوك يا مصر وقف على رجليك فتبقي واحدة من اربع دول بس على مستوى العالم حققوا نمو ييجي البنك الدولي يقول لك التصنيف الاقتماني يعني ايه تصنيفك الاقتماني اظن كلنا يعني بدروح ناخد قروض وبتاع صح؟ هيطلع بقى قرد عربية هيطلع قرد سكن زي ما كنا ست بنتكلم من شوية معصوزة مية عبدالحميد يطلع قرد بضمان القرد لو انت بتسدد دايما في المعاد تصنيفك الاقتماني يبقى حلو كده لما بتتأخر تصنيفك الاقتماني قل شوية طيب فييجي يقول لك التصنيف الاقتماني تواصل مصر جهدها لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة وبالتالي وكلات التصنيف اللي بتقول ايوه مصر ماشي حلو بتسدد في الموعيد وبتسدد كامل اللي عليها الاخ 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 بتقول ايبقى بتقول التوقعات المستقبلية لمصر مستقرة بالرغم من الازمة العالمية الحدة عارف ليه كلمة بالرغم او جملة بالرغم من الازمة المالية الحدة لانه اغلب دول العالم للأسف تصنفها الاتماني نزل عن تحت كلمة مستقر اه لانه مفيش فلوس وطالما مفيش فلوس هيبقى ما بسندتش القصط طيب التضخم يعني ايه التضخم يعني سعر العملة بتاعتك احنا الجنيه قدام العملات التانية كل ما تلاقي العملات التانية غالية جدا تعرف ان التضخم يزيد اول ما تلاقي العملات دي عمالة اسعارها بتقل سنة 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 بتعرف كده ان التضخم بيقل يعني جنيه بتاعك كده يبقى حلو كده ويبقى اقوى ويبقى ظريف وجميل فبيقول لا يزال معدل التضخم في حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري يعني البنك المركزي المصري بيقول احنا ان شاء الله هنعمل مجموعة او احنا بنعمل مجموعة من السياسات النقدية اللي تخلينا ايه في حدود 7% بس تضخم كويس ممكن تزيد 2% ممكن تقل 2% بس ده لحد الربع الاخير من سنة 22 وبالمناسبة فعلا لو ما كانش فيه كورونا كان معدل التضخم قال لي عن كده كمان والله طي مصادر النقد الاجنبي مين اللي بيقول البنك الدولي اللي بيقول جماعة الاجانب الخبراء اللي من كل حتة في العالم دول قالك ايه بقى قالك النشاط الاقتصادي في مصر ومصادر النقد الاجنبي حصل فيها انت عايش اتزهزهت وبدأت القطاعات الموجهة نحو التصدير في استعادة عافيتها يعني ايه يعني الحاجات اللي احنا بنصدرها يعني مثلا المحاصيل الزراعية يعني مثلا الصناعات الغذائية يعني مثلا المعدات التقيلة يعني مثلا الكابلات الكهرباء يعني مثلا الغاز الطبيعي يعني مثلا قعد عد بقى ولا ايه هي دي القطاعات بتاعت التصدير فقالك ايه بتذهب لاستعادة عافيتها يعني بتبقى احسن بتبقى اقوى بتبقى افضل فمكملين ان احنا نعرف نجيب نقد اجنبي طيب تعال نشوف الاحتياطات الدولية قالك تقل احتياطات النقد الاجنبي عن الظروة التي بلغتها قبل تفشي جائحة كورونا عند 45.5 مليار دولار يعني احنا قبل الكورونا كان عندنا 45.5 مليار دولار حلو اسهل حاجة بالمناسبة كنت تضحك عليك واشلك الحتة دي اللي هي الاحتياطات الدولية لان الاحتياطي بتاعنا قل قل خمسة ونص مليار تقريبا لا قل يعني شوية قل بالظبط قل حوالي خمسة واتنين من عشر فاللي حصل انه احنا بقينا 48 من عشر 48 من عشر كان ممكن نشيلها لك لكن نشيلها ليه احنا جاين نكذب عليكم احنا جاين نقول لك الحقيقة وبادي نشوف هو قال لك ايه قال لك برضو بسبب الكورونا حلو قال لك الا انه بقى وبنهاية اكتوب راشد وحشين تغطي السابعة تشهر من وردات السلعة يعني اللي معاك ده يكفيك تستورد كل حاجة بس الحمد لله احنا ببقناش بنستورد كل حاجة احنا بقنا بنصنع هنا في بلدنا بقى في عندنا اكتفاء ذاتي على سبيل المثال من مجموعة واسعة من الحاصلات الزراعية كنا قبل كده بنضطر نستورد على الاقل ونصنع طيب تعالا نشوف القطاع المصرفي البنوك قال لك ايه بقى البنجل دولي والله يكلمتين جو حلوين قوي القطاع المصرفي المصري صمد في وجه تحديات ازمة كورونا فاكرين الشهر اللي فات لما طلعوا العيال الرعاء بتوع الاخوان وقال لك هناك ازمة سيولة في البنوك مادم ان يتكلموا كده صوتهم سرسع كده وقال لهم ابتسم ابتسمة بتاعت محمد البلتاجي على طول عامل كده ويقول مليارات بيجمع بس بالاس يعني بيجمع الجامع يعني بياخد الجامع بالعربي يحط عليه اس في الاخر مليارات اعلانات شهادات فتتولى شهادات السقة فالقطاع المصرفي المصري تبقى للبنك الدولي بيقول القطاع المصرفي المصري صامد في وجه تحديات ازمة كورونا حيث واجه الجائحة بسيولة قوية مش ازمة سيولة وربحية مستقرة الجملة دي لازم تتقال بالاداء ده بسيولة قوية ده تعبير البنك الدولي وربحية مستقرة ولا تزال السلامة المالية للبنوك ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا المؤسسات الدولية الكبيرة ده يا جماعة ما بتهزرش في المصطلحات ما بتهزرش كل كلمة بتتحط بالتمام وبالمأس وفي مكانها لا اصغر ولا اكبر بالحنتوفة كده اه فلما يجي يقولك حتى بعد صدمة فيروس كورونا لانه فيروس كورونا تسبب في صدمة للعالم فقالك حتى تصبر هزمة بقى حتى بسبب الصدمة اه لازم افضحك هزمة الله شو هتقول يلا يلا اه لازم تقولي يلا حتى بعد صدمة فيروس كورونا يفضل الاقتصاد تبقى للبنك الدولي واجه الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة ولا تزال السلامة المالية للبنوك ملائمة هو انتو يعني عايزين طول الوقت تشككوا الناس في كل حاجة يا دين النبي خش على مستويات الدين اللي الناس دي قاعدة طول الوقت طول الوقت تقول للعالم ايه بقى يكتبوا يعملوا شو هتا فيديوهات على تيك توك وتلاقي ود تافه او جاهل او عبيط والله العظيم ونصهم عبط والله ونصهم عبط 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 يعني انت غيرت شو فيه اخي اللي افترى طب هتطلها من عندي عشان ارعب الملي قالك ايه بقى على مستويات الدين قالك الاتي بقى قالك ده 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 اه وفق الهدوة هاتي هازا امرز التقارير والله العظيم لاجبها لك العظيمة وانزها شهادات السقة من الجانب وركز على مدز عظيمة هاتهالي عظيمة انا مش لقيه انت صاحبي خلاص مش هقول حياة مش هقول عظيمة ايه خلاصة الكلام اه يا فند مستويات الدين تبقى للبنك الدولي اصلا انا عايز الناس تشوفها والله تبقى للبنك الدولي قال ايه على مستويات الدين قالك انه مستويات الدين في مصر بتستمر بالهبوط بالنزول انا عايزها دي في السلايد اللي قبلها هتجبها لي ايوة ايه في اخر خالص يا ولادي البرتقاني شكرا نزيم مستويات الدين من المتوقع انت استقن في نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي مصرها النزولي في الاجل الايه المتوسط لا قلتلك القريب ولا الحمد لله البعيد المتوسط اللي بعده يزيم طيب صفحة التلاتة احنا فضلنا صفحة دي واللي بعدها وانا هدية بسرعة هو طيب وضع مصر الاقتماني قالك الاقتصاد المصري بيدعمه سجل حافل من الالتزام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية طيب بما يتوازن مع التحديات النشأة من متطلبات التمويل الكبير كلام معقد المهم انه سجل حافل من الالتزام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية طيب مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة بالاضافة الى توافر احتياطيات النقد الاجنبي بما يتجاوز يعني انا عندي تمويل محلي وعندي احتياطي اجنبي اكتر من مدفوعات الدين الخارجي واكتر من التقلبات في تدفق رأس المال الاقتصاد المصري امن امن اوي امن اوي بعد 2011 و2013 امن اوي وانت خط حرب ضروس في سيناء امن اوي وانت بتأمن حدودك مع ليبيا امن اوي ده كلام البنك الدولي خليش حد يقعد يزغزغلك بتباغك استعادت تحقيق فوائد اولية في الموازنة لمستوى قبل جائحة كورونا بما يتوازن مع ايه خطة خفض الدين بداية من السنة المالية 20-22-23 طيب امكانيات بقى لتحسين التصنيف الاقتماني المصري في المستقبل قالك في استمرار لضبط اوضاع المالية العامة واحد اتنين حصل تحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدين العام الحكومي من نتج القومي الاجبالي تلاتة تحقيق خفض ملحوظ في اجمالي مدفوعات الفوائد بتاعت الدين كان نسبة من الارادات عشان برضو بتلاقي ساعات عي العبيط يطلع يقولك مصر بتسدد الفوائد وبتسددش اصل الدين فانت بتسدد لاتنين تلاق اربعة استمرار اطالة اجال استحقاق الديون التحسن المستخدم في سوق العمل والصادرات غير البترولية يعني مش بس البترول الصناعة بقى طيب معدل دمو الاقتصاد كان ثلاثة ونص في المية رايح على فين على خمسة ونص في المية عجز الحساب الجاري كان نسبة من الناتج المالي الاجمالي طيب تعال مدفوعات فوائد الدين كان نسبة من الارادات كانت كام يا مولانا هتيجي تقول لي مولانا انت قلت لي ارقام يا يوسف لك صح كانت كام بقى كانت تسعة وتمانين وتمانية من عشرة بقينا كام يا حبيبي بقينا تلاتة واربعين وتمانية من عشرة يا سلام يعني تقريبا مش تقريبا اهو دول ستة واربعين في ال اه صح تلاتة واربعين في المية اه لا تخيل من تسعة وتمانين لتلاتة واربعين اللي بعده غزيما الصفحة الاخيرة طيب معدل النمو الاقتصادي خش علي في واحد وعشرين اتنين وعشرين خمسة واربعة من عشر اتنين وعشرين تلاتة وعشرين خمسة وستة من عشر تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وسبعة من عشر الله اكبر الله اكبر طيب من المتوقع انه يكون قطاع البناء وقطاع الطاقة هم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال السنوات الجاية علشان لما يجي حد يجي يقولك واحد صدق ان حكاية البناء وموضوع الغزدة فرقية لا 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 البنك الدولي اللي بيقول الحاجات دي هي القطاعات اللي ايه بقى المحرك الرئيسي ده معناه ان انت عندك محركات اخرى بس دول المحركات الرئيسية بتاعتك ماشي طيب هتوصل بإذن الله لحد خمسة وسبعة من عشرة في نهاية شهر ستة اربعة وعشرين يعني بعد سنتين طيب والسنة الجاي على طول دي اللي هي ستة تلاتة وعشرين خمسة وستة من عشرة طب اللي احنا فيها عم يوسف خمسة واربعة من عشرة ماشي الله من المتوقع ان ينتعش قطاع السياحة ومع التساع النطاق النمو وانخفض معدلات البطالة يعني معدلات والاقتصاد النمو يا ترى يا هل ترى بينعكس على المواطن المصري اه البنك الدولي اللي قاد ينعكس على المواطن المصري لما الناس تشتغل فتنخفض معدلات البطالة وتظل معدلات نمو الاستهلاك قوية عارف يعني ايه نمو الاستهلاك قوية يعني انا معايا فلوس وبنزل اشتري لو مفيش استهلاك اعرف ان مفيش فلوس الناس معايش حدش بشتري حاجة البضاء على الرف والناس قاد بتغني ظلمون طيب معدل التدخل في اتنين وعشرين ستة وتلاتة من عشر في تلاتة وعشرين خمسة وسبعة من عشر في اربعة وعشرين خمسة وواحد من عشر وبالمناسبة لو ما كانش في كورونا كانت الخمسة وواحد من عشر دي هتبقى في عشرين وعشرين والله كانت هتبقى كده يلا الحمد لله طيب عجز الحساب الجاري في اتنين وعشرين تلاتة وتسعة من عشر في تلاتة وعشرين هتبقى تلاتة في اربعة وعشرين هتبقى اتنين وتسعة من عشر ومن المتوقع انه يفضل عجز المتوسط ينزل 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 طب هو يا ترى هل ترى كان قبل كده من ستاشر لعشرين عشرين كان كان تقريبا اربعة ونص الاستهلاك الخاص كان نسبة من النتج الاجمالي الاستهلاك الخاص انا وانت وغيرنا احنا المواطنين اربعة وسبعة من عشر كان موعدل متوسط الاستهلاك بتاع طيب لو قال لي يبقى ايه معناش فلوس ولو زاد معايا فلوس بصرف بقى ابهبش نفسي ازبط اروح المحل بدل ما بجيب بتومني لبه هجيب رابع معايا فلوس خمسة واربعة من عشر تاني كلمة الاستهلاك ايه اشعر بص بوه برضو في واحد عبيط يجي يقولك ايه اه ما الاسعار بتزيد يبقى معدل الاستهلاك بيزيد لا يا حدق لا يا حدق معتوسطات زيادة الاسعار حاجة ومعدل زيادة الاستهلاك حاجة انا بستهلك كمية قد ايه اربعة وسبعة من عشر يزيد يبقى خمسة واربعة من عشر يزيد يبقى خمسة وسبعة من عشر في 2024 شكرا المركز الإعلامي المصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء على هذا العرض المبسط واللطيف لتقرير البنك الدولي فاصل ونكمل الكلام